أعلن البيت الأبيض اعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام حق النقد الفيتو الرئاسي لإبطال مشروع قرار طرح الجمهوريون في مبلس النواب يقضي بإكبار بايدن على إرسال شحنة الأسلحة المجمدة إلى إسرائيل وتعارض إدارة بايدن بقوائية محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس وحرية تصرفه وفقاً للمدة الثانية من الدستور ققائد أعلى للقوات المسلحة يبدو أن الولايات المتحدة تعشق استخدام حق الفيتو بل وتفرط في الفترة الأخيرة في استخدامه سواء كان ذلك لصالح إسرائيل أو ضدها فالبيت الأبيض وبعد أن استخدم الفيتو مراراً بمجلس الأمن ضد الحق الفلسطينية مؤيداً للإبادة الجماعية في قطاع غزة هدد باستخدام الرئيس جو بايدن حق النقد الرئاسي لإبطال مشروع قرار طرحه الجمهوريون في مجلس النواب يقضي بإجبار بايدن على إرسال شحنات الأسلحة المجمدة بسبب الخلافات بشأن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية الإدارة الأمريكية تعارض وبقوة أي محاولة لتقييد صلاحيات بايدن وحرية تصرفه وفقاً للمادة الثانية من الدستور كقائد أعلى للقوات المسلحة والتي تمكنه من ضمان تماشي المساعدات الأمنية مع أهداف الأمن القومية وسياسة الولايات المتحدة الخارجية وكان بايدن قد شدد الأسبوع الماضي على أنه سيفكر في حجب أسلحة إضافية إذا هاجمت إسرائيل المراكز السكانية في رفح الفلسطينية بعد أن أوقفت للمرة الأولى شحنة أسلحة تحتوي على قنابل تزن ألفين طن خوفاً من استخدامها بطريقة تشكل خطراً على المدنيين في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة مما أصار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وأعضاء مجلسه الحربي ويهدف مشروع القانون الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه الخميسة في مجلس النواب إلى منع الإدارة الأمريكية من حجب أو وقف أو إلغاء تسليم مواد أو خدمات دفاعية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل ويتطلب الإفراج عن أي مواد أو خدمات تم حجبها بالفعل خلال 15 يوماً من صدور مشروع القانون ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون ولكن يبقى الفيتو الرئاسي بطاقة أخيرة في يد بايدن لمنع تمرير المشروع وإشعال مزيد من الخلافات مع نتنياهو